أهلا بكم التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة جهود تحسين إتاحة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين مؤكدا على ما يحظى به ملف الصحة من أولوية متقدمة في جدول أعمال الدولة جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين لمتابعة تطوير منظومة الصحة وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول عرض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري العمل بها في قطاع الصحة بالإضافة إلى متابعة مستجدات المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة تقدم مجلس أمناء الحوار الوطني لرئيس الجمهورية بأول مقترحاته التشريعية باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه في السابع والسابع عشر من يناير الفين وأربع وعشرين وأوضح بيان مجلس أمناء الحوار الوطني عقب اجتماعه أن الاقتراح ينص على إدخال تعديل بالمادة الرابعة والثلاثين بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات حيث تحدد المادة الرابعة والثلاثين مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في الثامن عشر من يناير الفين وأربعة عشر والتي تنتهي في السابع عشر من يناير الفين وأربعة وعشرين وأضاف بيان المجلس الأعلان عن اقتراح تحديد يوم الثالث من مايو الفين وثلاث وعشرين كموعد لبدء جلسات الحوار الوطني عقب انتهاء إجازات الآيات رحبت تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمقترح استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات وأكدت تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنها عدت بالفعل أجندة شاملة بمقترحات تساهم في عملية الإصلاح السياسي الذي يقوده الحوار الوطني وأضافت التنصيقية أن تلك المقترحات تتضمن قوانين الأحزاب السياسية وتنظيم العمل الأهلي ومفوضية مكافحة التمييز والتشريعات الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع حالة التأهب عقب تظاهرة لألاف الإسرائيليين احتجاجا على إقالة رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو لوزير الدفاع إيواف جالانت بعد تصريحات له طالب فيها بوقف خطة بشأن تعديل النظام القضائي وأغلق المتظاهرون الطريق السريع الرئيسي في تل أبيب وأشعال النار في وسطه وفي القدس المحتلة استخدمت الشرطة الإسرائيلية مدافع المياه لإبعاد المتظاهرين الذين اخترقوا الحواجز قرب منزل نتنياهو يأتي هذا في الوقت الذي اتهم زعيم المعارضة يائر لبيد وباني جانس في بيان مشترك نتنياهو بتجاوز الخط الأحمر وطالبا بالعدول عن قرار الإقالة وإصلاح النظام القضائي اكتمع المستشار الألماني أولاف شولت مع أعضاء الائتلاف الحكومي لتجاوز الخلافات بينهم ويختلف عناصر الائتلاف الحكومي الثلاثة لبراليو الحزب الديمقراطي الحر والبيئيون والاشتراكيون الديمقراطيون بزعامة شولت على قضايا المناخ وتمويل الجيش وميزانية 2024 بأكملها وميزانية السنوات المقبلة يأتي هذا في الوقت الذي بدأ فيه إضراب عمال النقل في معظم مناطق ألمانيا للمطالبة بزيادة الأجور مما سيؤدي إلى شلل وسائل النقل يوما كاملا أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصير المدى وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه البحر الشرقي يأتي إطلاق الصاروخين بعد أيام على استكمال سول وواشنطن الخميس أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما في خمس سنوات ورياضيا يخود منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته اليوم بملاوي استهدادا لمباراة ملاوي المقرر لها الساعة الثالثة غدا ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية وفاز المنتخب الوطني على نظيره ملاوي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضية على استاذ الدفاع الجوي بالجولة الثالثة من منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 بكودوفوار انتهى موجزة التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل